اشتركوا في القناة وهي مناسبة جميلة جداً لأننا كما هي العادة في نهاية كل سنة نقوم بعمل جرد لما حدث أثناء هذه السنة شو أنجزنا شو ما أنجزنا وهي مناسبة رائعة للهلع لأننا في نهاية كل سنة نقول ما عملنا شيء وتزيد موجات الاكتئاب في هذا اليوم في كل سنة وتضاف نحن كمهاجرين يعني تضاف سنة فوق سنوات الهجرة وما فيها من الهجرة وما فيها من غربات لذلك أودت أن أتحدث اليوم بنقاط واقعية كيف نضع بصمتنا كيف لنا أن نكون مباركين في المكان الذي زرعنا الله به لا أريد أن يكون الكلام هنا حماسياً وعاطفياً كباقي المحاضرات نود أن نفعل خطوات أو يكون لنا خطوات واقعية وعملية لذلك قبل أن أبدأ أود أن أسأل ثلاث أسئلة لا أريد إجابة عليها لكن أود منكم أن تكتبوا هذه الأسئلة وتضعوها في مخطط السنة القادمة والسنوات التي تليها السؤال الأول كم شخص غير مسلم أمريكي تعرفت أو تعرفت عليه هذه السنة وتبادلتم أرقامكم فيما بينكم هذا السؤال الأول السؤال الثاني كم شخص أمريكي غير مسلم من خارج دائرتك المعتادة عليها والمتعارف عليها غير مسلم أمريكي دخل منزلك أو دخلت أنت منزله هذه السنة السؤال الثالث للأمهات كم مرة قمت بتنظيم بلاي ديت أو بالعربي جمعة للأطفال سواء في منزلك أو في حديقة أو في أي مكان آخر سؤال للأم وللأب كم مرة قمت بهذه السنة بعمل بلاي ديت جمعت فيها أصدقاء أطفالك مش من دائرتك مش من أصدقائنا نحن المسلمين من دائرت وأصدقائهم في مدارسهم هم مدارس الأمريكية كم؟ هذه ثلاث أسئلة ضعوها جانبا سأجيب عليها في نهاية هذه الكلمة إن شاء الله إذا بقي لي وقت النقطة الأولى لكي أكون مباركا وأضع بصمة لي في المكان الذي أنا فيه علي أولا أن أقتنع بالمكان الذي أنا موجود فيه حقيقة لا خيالا المشكلة التي نقع فيها نحن كمهاجرين أننا نعيش حياة غير مستقرة وهذه الحياة لها اسم في العلم الاجتماع وعلم السياسة اسمها الترانس ايريا وهي تسمى بمنطقة ترانزيت شفتوا ترانزيت لما نبدل طيارات فهذه المنطقة لنحن هلأ نعيش فيها كمهاجرين اسمها ترانس ايريا لأننا لا نعرف كم سنة سنعيش هنا وهذه أحد المشكلات والتحديات التي تمنعنا من وضع بصمات لنا في المجتمعات والأماكن التي نعيش فيها لماذا؟ والله بالحديث عن موضوع الهجرة والمهاجرين ما قابلت أحد أنا صر لي في الهجرة عشر سنوات بين فرنسا وبين أمريكا ما قابلت أحد مهاجر وسألته كم نعوية تعيش في هذا البلد وقال لي خمس سنوات هذا هو الجواب يلي كل شخص سألته من المهاجرين الجدد والمهاجرين القدامى كم سنة نعوية تعيش في هذا البلد لا ان شاء الله ليس أكثر من خمس سنين خمس سنين وراجع على البلد كلنا لنا هاي الكلمة مين مننا رجع بعد خمس سنين على بلده؟ ولا أحد وهي المشكلة إلا أننا من مقتنعين أن هذا الوطن هو وطن جديد لنا نعيش هنا وأرواحنا وعواطفنا وخيالنا يعيش في أماكن أخرى في الوطن الأصلي وبالتالي لم نستطع أن نترك بصمة في هذا البلد الجديد ولم نترك بصمة في بلادنا أضعنا الحياة هنا وهناك لما سافرت أول مرة وطلعت في الطائرة من سوريا لفرنسا طبعا كان هذا جدا حدث مؤلم وأعتقد أن كل شخص منكم واجه هذا الشعور لما هاجر أول مرة كتبت نص وكتب هذا النص بدموع العين فعلا كان هذا النص هو نص فيلم هاجر يلي عملته من ثلاث سنوات في عام 2015 عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعت هجرته وضعتها أمامي أن الرسول هاجر من مكة إلى المدينة وبقي اسمه المكي القرشي لكن مع ذلك لم يبكي بكى على الأطلال وودع مكة بأروع وداع لكن هذا ما أثر على رسالته وحقق هدفك نبي وعاد إلى مكة بأمة كاملة بأمة كاملة الله تعالى أعطاه رسالة النبوة وحقق هذه الرسالة على أكمل وجه نحن ماذا حققنا في هذه الأرض من صلوا قاعد في هذه البلاد أكثر من عشر سنوات ممكن يرفع يده ما شاء الله نحن من المهاجرين الجدد أنتم المهاجرون القدامة والله يا أخواتي أخذني أنا خايف أسأل هذا السؤال من صلوا هون ثلاثين سنة ما شاء الله أخذني وقت طويل والله أخذني وقت طويل لأقتنع أن مقامك حيث أقامك عبد الرحمن الداخل لما خرج من دمشق وخرج هاربا من الشام كان يمشي كل ما يمشي ينظر إلى الشام ويبكي يمشي خطوتين وينظر إلى الشام ويبكي فكان وقام ودعها ببرثاء جميل جداً لما قال قفا ودعا شاماً ومن حل بالحمى وقل لشام عندنا أن يودع فشو قالوا له أصحاب اللي كانوا معهم؟ قالونه يقال أن الأندلس شبهها فقال لهم وليس الشبه كالأصل لكن نحملها معنا فإن لم نكن فيها تكون فينا حمل هذه الرسالة وهاجر واليوم في الأندلس إلى اليوم معروف حمص الأندلس اللي هي إشبيلية وقام وأسس وقام الخلافة الأموية هناك وسمي سقر قريش هذه الرسالة نحن كسوريين وكمهاجرين علينا أن نتمسك فيها للكل لكن هذا المثال أنه من دمشق لما أرسل الرسول عيسة السلام الوفد للحبشة أرسل على رأس الوفد أرسل شخصين مين هنن؟ رأس وفد الحبشة عثمان بن عفان صحيح وجعفر بن أبي طالب عثمان بن عفان ما كان متهد هو من بني أمية وجعفر بن أبي طالب هو ابن عم الرسول يلي كان أصلا يحمي الرسول في مكة من أذا قريش لماذا أرسلهم الرسول؟ أرسلهم وأرسل معهم رسالة لكي يرفع مستوى التمثيل في البلاد الجديدة من طالبي لجوء لفاعلين في الوطن الجديد ومن حب النجاشي لجعفر سمى ابنه جعفر بن عبد الله زيد بن معاوية كان يحوم على النيل ليلا ليأتي بالرسائل للنجاشي هو حماهم فحموه حياهم فردوا التحية بأحسن منها حملوا قضيتهم فحببوا الناس بهم وبقضيتهم هذه هي الأمثلة التي علينا أن نتمثل بها النقطة الثانية التي أود أن أذكرها هي موضوع ترتيب الأولويات وهي في الحقيقة التي يحيل بيننا وبين تحقيق أو وضع بصمات لنا في المكان الذي نحن فيه موضوع الخطط جديدا الشركات الكبيرة مثل الجيئي والسيمينس وغيرها وليعمل في الشركات الكبيرة يعرف هذا الشيء أن الشركات لما تضع الاستراتيجية سأعطيكم مثال الجيئي مثلا لما يكون عندها ثلاث منتجات وتعرف أنها في السوق الأولى بمنتج والثانية بمنتج ثاني والثالثة بمنتج ثالث ماذا تفعل؟ هذا ليس فقط كشركة جيئي جميع الشركات تقوم ببيع الثالثة وتستثمر بالمال بالثانية لكي تصل إلى الأولى بمعنى وهذا السؤال يسأل في نهاية وبداية كل سنة في الشركات والجميع من يعمل في القطاع الخاص يعرف هذا الأمر ما هو الشيء الذي نريد أن نكون سيئين به؟ ما هو الشيء الذي لا نريد أن نتميز به؟ أحياناً وضع خطة لما لا تريد أن تفعله هي الطريقة الأولى والخطوة الأولى لتحديد ما تريد أن تفعله أنا هذه السنة لا أريد أن أفعل كذا وكذا 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 صار في عندك دائرة أصغر فصار في تركيز أكثر على الأمور يلي نحن بدنا نفعله ومثال على ذلك سأذكر مثال من من السوق أو من من البزنس شركة جوجل شركة جوجل ما هو اسم رئيس شركة جوجل الحالي؟ لاري بيج رئيس السابق إيريك شميث كان 15 سنة في الشركة ويصنف اليوم صنفته فورس في عام 2017 كأغنى من أغنى 20 شخص حول العالم قام بتحقيق نجاحات كبيرة جداً لكنه أخفق بنجاح واحد وبسبب هذا الإخفاق قدم استقالته وخرج من الشركة في حدا منكم يعرف هي مست فيسبوك راحت عليه فيسبوك أخطأ دخل في سوق وعمل جوجل بلس لكن ما قدرت تنافس جوجل ما قدرت تنافس فيسبوك فاضطر أن يخرج ويستقيل لسبب هذا الخطأ لأنه ركز على أمر كان متأخر عليه كانت فيسبوك سابقته وحب أنه يعمل شيء وطبعاً هناك أسباب كثيرة لكن هذا هو السبب الأساسي في هذا الأمر في مجالي أنا كمهندسة أخذني وقت طويل لكي أقتنع أن مقامك حيث أقامك وأن عملي الذي أعمل به الآن هو الذي علي أن أتميز به النقطة الثالثة التي أود أن أذكرها عن هذا الموضوع أن الأثر هو مستويات والله يا إخوتي أنا أعتبر وجودنا هنا يعني عليه زكاة علينا أن ندفعها والله يومياً يومياً يأتيني لا أبارغ إذا قلت أكثر من خمسين رسالة يومياً من شباب جالسين في الوطن العربي وفي أوروبا يريدون أن يصلوا إلى أمريكا لأنهم يريدون فقط فرصة ويتمنون يعني أن تجيهم لحظة يوصلوا فيها لأمريكا لحتى يأخذوا فرصهم ويأخذوا حصصهم ونحن موجودين على هي الأرض وموجودين هنا والله يعني هنا عم يقولون إيالكم هل نحن فعلاً استغلينا وجودنا هنا؟ هل نحن فعلاً قمنا بدراسة وأخذ الفرص الموجودة حوالينا واستغليناها أكثر استغلال؟ هذا الزكاة وجودنا هنا فعل الخير أن نستفيد ونفيد هذه هي النقطة النقطة الأخيرة إذا كنا نريد أن نترك أثر هناك دائماً نوع من المسكونسابشن أو سوء الفهم أنه علينا لازم أن نكون دعاة أن نتحدث بالدين الأثر يكون بالدين لا هذا الأمر غير صحيح دعوني أسألكم من أشهر مسلم اليوم في أمريكا؟ محمد علي كلاي هل هو داعية؟ نعم داعية بعمله تميز بمجاله وبسبب تميزه بمجاله اليوم حتى ترامب لما كان بعزي آل يعني أنه مسلم ولكن أنه جيد مسلم كل الدعاة اليوم مع احترامي الشديد لجميع من يحمل منابر الدعوة الأستاذ عمر سليمان وحمزة يوسف والجميع كلهم ما استطاعوا أن يوصلوا رسالة الإسلام بالطريقة التي وصلها محمد علي كلاي بمجال عمله كنت مرة في تكساس وسأختم فقط في هذه القصة كنت مرة في تكساس وقدم محاضرة في قلب جامعة مش جامعة كنيسة إنجيلية وأتحدث فيها عن حقوق المرأة وكرامة المرأة والمرأة المسلمة مكرمة والمرأة المسلمة أعطت حقوق وكذا وكذا نفس اللي يعني الكليشة يعني اللي بنحكي دائما عن المرأة المسلمة بعدما خلصت ثاني يوم صباحا كنت أنا وعمر زوجي فكنا في الفطور فجلس شخص من تكساس وقال لي قال لي أنا البارحة أقنعتيني أنك أنت فقط لست مضطهدة أنت فقط لست مضطهدة ليه؟ لأنه إحنا بنحكي أكثر ما بنفعل وأنا وقتا اقتنعت فعلا أنه إذا بدي أرجي صورة للمرأة المسلمة وللإسلام وللعرب وللسوريين ولأي حدا لازم أتميز في مجالي اليوم لما أطلع أخذ فريق من الأمريكان البيض وأطلع أنصب توربين يلي هو أعلى توربين في العالم يعني the most powerful turbine in the whole world وكون أول وحدة تصعده إلى الأعلى وأنا أأمر الفريق معي أنه يفعل ولا يفعل أنا أقدم رسالة للإسلام أكثر بألف مرة من أني دور على جميع كنائس ومساجد أمريكا وأتحدث عن روعة الإسلام وجمال الإسلام ودي الإسلام كرم المرأة لأن هذا الكلام للأسف الواقع ينافيه لكن لما دخلت للحقل وضعت قدم أمام المجتمع والمجتمع الأمريكي وحاولت قدر الإمكان أن أتميز في عملي هذا يلي غير بتذكر هذا الموقف هذا آخر توربين قبل ما أطلع من الشركة قبل ما أخرج وغير عملي ولما وصلت للجبل طبعا التوربينات نحن نركبها على أعالي الجبال فكان في مين فلما وصلت وأنا حط الحجاب ومعي الهارد هات تبع الشغل والبوطل كمان الستيل تود فلما وصلت كان الحارس موجود فأشرلي بطريقة أنه وين داخلي المكان إنه برايفت ونحن نعمل إنستوليشن وتوربين ومدريجون فأنا هناك في السيارة وقلت له أنا المسؤولة عن كنت وقتها الانجينير للمشروع كنا نريد أن نجرب سيستم جديد وأنا كنت المسؤولة عن تصميمه وكنت رايحة لهنيك مشان أتأكد من سلامة التصميم فقلت له أنا الانجينير الانجينير كان لا يساعدني طبعا ولا شي فأرجيته بطائتي وكان مدة خمس دقائق في صدمة مرعبة لما دخلت وطلعت وخاصة أن كلهم كانوا أكبر مني وأطول مني فهذا الأثر اللي نحن نضاعه مش بالضرورة أني أطلع أحكي بالمنابر وقول أديش نحن مكرمات لا هذا الكلام الواقع يفسره ويحكي بألف ألف مرة منه آخر كلمة أود أن أقولها وهي في الحقيقة شعاري في الحياة هي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة كلنا من نعرفه وفي يد أحدكم فسيلة فلن يغرسها شكراً والسلام عليكم عفواً أعتذر فقط نقطة أخيرة للأسئلة اللي سألتكم ياها في البداية ما سألتوني لماذا سألتكم هذه الأسئلة طيب الأسئلة اللي سألتكم ياها في البداية لما صار المسلم بان أنا كنت في قطر وبالرغم أني أحمل يعني جواز فرنسي لكن وقع علي الأمر لأنه كان مثل ما بتعرفو كان جداً الأمر موربك وما كان عرفانين أنا فيني إيجي ولا لا لأنه أنا سورية وفرنسية فكان الأمر جداً موربك الناس اللي وقفوا معي بأمريكا واللي ساعدوني وطلوا على الإعلام وحكوا هن الناس اللي دخلوا بيتي واللي تعرفوا عليه شخصياً واللي تعاملت معهم سواء في العمل أو كجيران أو كأهل أصدقاء بناتي هدول الناس اللي بي وقفوا معنا الناس اللي بي وقفوا معنا وهي القاعدة أنا تعلمتها بالإنتروبنيرشب وبالعمل الناس تتعلق بالناس كلما تعرفت أكثر على ناس أمريكان هدول الناس رح يساعدوك ورح يوقفوا معك لأنه سيعرفوا أن أنت أنت مصري فهذا هو السبب كان السلام عليكم اشتركوا في القناة